أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد طبعا الصوت مسجل يا أخوان بعد تصوير الحلقة هاي اكتشفنا أن الصوت مش موجود طبعا معنا أخونا باسم تمام المستكشف الجديد اللي معنا نقول أهلا وسهلا لباسم طبعا الحنا اليوم في موقع عثري يا أخوان في موقع عثري موجود في منطقة أبو نصير تمام يعني 99% من الموجودين في أبو نصير لا يعرفوش عن وجود هذا الموقع الأثري لكن من أروى الموقع الأثرية اللي أنا شفت في حياتي يا أخوان طبعا رح نحكي عن الموقع حسا ككل يعني من أوله إلى آخره إن شاء الله رح نحكي عنه ونشوف إيش الوضع تبعوا تمام طبعا لا تنسوا من اللايكات يا أخوان ولمش يشترك في القناة يشترك في القناة فعل الجرس لنشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية طبعا الموقع الأثري هذا من أهم المواقع الأثرية اللي غير معروفة يعني هذا الموقع غير معروف رح نشوف السمع بعض تمام وجود الرجوم اللي موجودة ووجود طبعا قلاع هاي أنا بأشعر عليها هناك موجود قلاع أكثر من قلع موجودات في المنطقة الثانية ووجود مقابر طبعا رح تشوفوها في الحلقة الثانية المقابر رح تكون من أحلى المقابر رح تشوفوها بحياتكم طبعا رح ننتقل الآن عشان نشوف أول منطقة موجودة في هاي اللي هي هاي المنطقة اللي موجودة هي عبارة عن غرف تابعة للقلعة اللي احنا عندها تمام هذا المقطع بلشنا عشان نشوف طبيعة الغرف الموجودة أو طبيعة مثلا مثل هاي هذا المكان هو عبارة عن مجلس يا أخوان مثل المجلس تمام ساحة كبيرة تمام لها أبواب طبعا هذا الباب الدخول من هون هذا عبارة عن مجلس هاي في بوابه هون بتودع غرفة الثانية وفي بوابه هون بتودع غرفة كمان موجودة طبعا الصخور اللي احنا شايفينها هاي نفسها الصخور هي عبارة عن حجارة فوق بعض معمولات على شكل زي شكل القلعة لكن هو عبارة عن مجالس يعني العلو الارتفاع تباحها مش راح يكون عالي زي علو القلعة لكن تسكيرة زي ما انتو شايفين هيك تسكيرة موجودة هاي طبعا العلو تباحها راح يكون له بحدود تقريبا أربع صخرات خمس صخرات فوق بعض لكن هاي الحجار اللي شايفينها انتو كانت فوق موجودة وبقعت كلها لتحيت وصارت زي ما انتو شايفين تمام لان هاي البوابه هل غرفة الثانية أو المجلس الثاني تمام زي ما احنا شايفين مفتوح طبعا المنطقة هاي هاي القلعة على يميننا زي ما انتو شايفين هي عبارة عن غرفة ثانية في غرفة هناك بالاتجاه هذلك هسر راح نشوفها مع بعض حجارة طبعا واقعة كلها وهاية طبعا هي زي نظام الغرف أو زي نظام ممكن يكون هنا خدم أو بيوت الخدم أو الاخره لكن يعني ما بعرف هي عبارة عن حضارة زي ما انتو شايفين هي حضارة رومانية تمام مش من حضارة رومانية القديمة ماشي حضارة جديدة طبعا ها فيه اشارات راح نشوفها على الصخور لكن هاي صخور متحركة يعني ما منقدر نحكي انه هاي الصخور هي اشاراتها صحيحة لكن تلاقوا اشارات موجودة على الصخور زي ما انتو شايفين هنا بالمنطقة هاي وجود غرف كتير مش غرفة غلفتين هذا طبعا الحجر مكسوز قص عدي طريقة وضع الحجر هذا الكبير هو عبارة عن زي البلانكو يا اخوان احنا بنسميه بلانكو هو عبارة عن يعني بربطوا الصخرة تمام وبحطوا اللي هي خشب الكاملة لها ثقل من مكان وبصيروا يرفعوا الحجر هاد ويحطوه في المكان هاد تمام ما كانوا هم يعني ضخام ولا كانوا اقوياء ولا كانوا اشي زينا زيهم لكن وضعوا مثلا زي ما هي كحكينا احنا بنربط الحجر وعن طريق خشبه مثلا وثقالة موجودة في الاخر بنرفع الحجر بنحطه مثلا مكانه طريقة الرفع طبعا بنحط الحجر في المكان اللي انتو شايفينه تمام زي ما احنا شايفين الان هاي الغرف اللي هي موجودة في المنطقة هاي الغرف وهاي تشكيل الغرف كامل طبعا نودران الصوت الصوت مسجل تسجيل لانه بعد التصوير طلع الصوت مش موجود لكن احنا تعبنا شوي بالتصوير فحرام ما يروح علينا الفيديو يعني تمام لانه راح ننتقل للقسم الثاني كنا في القسم الاولاني لانه راح ننتقل للقسم الثاني وقسم الثاني برضو مهم يعني دارت الاثار العامة مش تغلت شغل هون كويس تمام لكن الحق عليهم ما اعلنوا وجود المكان الاثري هذا الموجود هون ماشي وكان مفروض انه يعننوا وجود المكان الاثري هذا لانه مكان فعليا يا اخوان روعة احلى من هيك مكان ما فيه تمام الان احنا بتجاهنا للقلعة اللي موجودة اللي هي اكبر قلعة موجودة في المنطقة زي ما انتم شايفينها هاي اكبر قلعة موجودة في المنطقة كبيري يعني مش صغيرة زي ما انتم شايفينها هاي تمام الان راح نمشي لقدام شوي نشوف شو الوضع تبع القلعة هاي وشو النظام تبعها انا زعلت والله على الفيديو اخوان انه ما فيه صوت لكن الحمد لله رب العالمين هاي نحنا منحط الصوت مندخله التدخيل على الفيديو ما فيه اي مشاكل عندنا ان شاء الله الامور طيبة تمام الان طبعا حرام يعني زي ما كان حرام منطبا موقع عثري زي هذا انه ما يكون الو اعلان او ما يكون فيه سياح بيجوا على المنطقة هاي فيه كثير سياح يا اخوان ومن السياحة الداخلية اللي احنا بنحكي عنها السياحة الداخلية يعني احنا كوردونيين بنيجي على المكان هذا بنستمتع فيه بنستمتع بوجود هاي القلعة اللي قدامنا بوجود العمران هذا الروماني اللي موجود عندنا بنستمتع في وجودها عندنا طبعا نشكر احنا دائرة الأثار العامة انهم محافظين على هذا المكان يعني محافظين على وجود الصخور زي ما انتوا شايفينها تمام ونفس تركيبها الأولاني يعني نشكرهم احنا عليها الان راح ننتقل لجزء المهم يا اخوان اللي هو انه هل في تكنيز موجود عند القلعة او ما في تكنيز يعني هذا اللي احنا منحكي فيه من البداية انه هل يوجد تكنيز عند القلعة او ما في تكنيز طبعا هنا زي ما احنا شايفين هسا دائرة الاثار العامة كانوا شغالين في الموقع هنا فاتحين هذا الموقع طبعا المكان هذا هو مكان خزين يا اخوان اللي شايفينه هاد هو مكان خزين تمام يعني كان يوضع في الخزين مثل القمح مثل السكر وقلنا شاي الغزلين وعلب سردين وإلى آخرين هي منطقة خزينة يعني تمام لكن روعة شوفوا كيف الهندسة تبعته كيف شغالينها صح بطريقة صحيحة هلان راح ننتقل للموقع الرئيسي هونا دار الثلاثة العامة كانوا شغالين لسه في حفريات وعلى اساس انهم مشوفوا إذا كانت المنطقة فيها شغل لسه أو لا طبعا وجود غرف تحت لسه موجود فيه غرف تحت ولسه هم مشغالين هنا في المنطقة هاي كمان نفس العملية طبعا وجود غرف تحت الآن راح نشوف الغرف الثانية اللي هي يا أخوان لغاية الآن يعني أنا ممكن أقول إنها يعني مقابر أو لا طبعا هاي الفخار اللي احنا بنلاقي على الأرض هو هذا فخار بيجي روماني قديم يعني روماني قديم هذا فخار الروماني الآن راح نشوف مع بعض الغرف الصغيرة اللي ما إلها مداخل لكن هاي الغرف مثلا كانت مثل غرف الخزين وضعوا فيها الخزين أو وضعوا فيها الأمور هاي 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 صراح نشوفها كيف جاي كيف نظامها وكيف الشغل تبعها شايفين كيف هاسها مثلا هاي ترب مربعة مبني بنا لكن ما إلو بوابية يعني ما إلو مدخل تقدر تخش عليه أو تقدر تعرف إيش الوضع اللي جوه تمام هاي مثل ما إحنا شايفين مربعة كامل ما في مدخل هنا كان ممكن مكان خزين أو أمور زي هيك تمام هي تاب على القلعة يعني تاب على القلعة اللي موجودة ومثل ما هون إحنا شايفين نفس العملية اللي كانت موجودة بالأول نفس العملية مربع عبارة عن مربع وممكن كان فيه خزين أو إلى آخره تمام لكن فيه ناس عبثين فيها أو ناس شغالين فيها مثل هسا رح يورجينا باسم تمام العالم فيه عالم مشتغلين فيها كنهم جايبين جهاز أو جايبين إشي زي هيك ماشي هاي محل ما بيأشر باسم تمام هون كان المكان هذا اللي ممكن حافرين فيك مفكرين أنه فيه إشي يعني يشغلين عليه وباقين يفكرون أنه فيه دفائن أو إلى آخره لكن إثباتنا اليوم أنه ما فيه دفائن يا أخوان عند القلعة مثل ما إحنا شايفين الآن كمان غرف موجودة طبعا جنب القلعة هاي كلها جنب القلعة كمان غرف موجودة نظام حلو عاملينه ممكن نظام كان خزين أو ممكن نظام حط ممكن حط فيها جثث للملوك تبعتهم أو إلى آخره لكن ما فيه إثبات أنه كان هنا مقابر يعني هنا ممكن نحكي خزين لكن مقابر ما منقدر نحكي ماشي ما فيه إثبات أنه وجود مقابر حتى إشارات ما فيه أنه وجود مقابر أو إلى آخره طبعا في الحلقة الثانية راح تشوفوا المقابر تبعتهم وكيف كانت المقابر موجودة وكيف شغل الحال حلقة الثانية مهمة جدا يا أخوان من أهم الحلقات اللي أنا صورتها في حياتي تمام هنا شايفين إحنا مثلا زي غرفة لحالها مثلا غرفة حرس أو إلى آخره موجودة على مكان ثاني طبعا يعني بنحكي إحنا بنشكر طبعا إحنا إدارة أبو نصير خلينا نحكي منطقة أبو نصير على المحافظة على المكان هذا أو المحافظة على التراث تبعنا أو محافظة على المواقع الأثرية اللي موجودة عندنا لكن إحنا بحاجة إننا إحنا نفعل السياحة الداخلية ونفعل إنه في مناطق عندنا زي هيك يعني أنا ما كنت أعلم أنا أول مرة أدخل على الموقع هذا يا إخوان وما كنت أعلم وجود منطقة أثرية ما بعرف عنها أول مرة بعرف عنها المرة هاي اللي إحنا أجينا فيها اللي صورنا فيها تمام الآن هاي القلعة من فوق هاي كانت كلها مبنية بنا واقع كلها مبنية بنا وواقعها على الأرض وصيرها بالشكل يعني هذه الأحجار الموجودة هي أحجار التي كانت موجودة على الصور هناك بوابة الرئيسية للقلعة هذه الأحجار المصفتة وهنا البوابة الرئيسية للقلعة كما ترى البناء داخل الناس ناس بنين داخلين بالأثار نفسها يعني ما بعرف كيف بنسمح لهم أو كيف بنصير هذا الحكي وهي الغرف اللي احنا شايفينها اللي احنا صورناها بالأول الغرف اللي موجودة جنب القلعة ممكن يكون غرف الخدم أو الآخرين طبعا المكان هذاك الثاني اللي هو مكان فيه زي هاي القلعة لكن بشكل مصغر يعني يعني عينا هنا وحدة ثنتين هاي ثلاث هاي أربعة هاي فيه خمسة ماشي يعني خمس قلاع موجودة في المنطقة الثانية اللي راح نصورها كمان شوية ورح تشوفوها بالحلقة الثانية طبعا المنطقة اللي انا بأشير عليها هاي هي المنطقة اللي هي 12 دنوم اللي بناحكي عنها اللي انا بصور فيها اللي هي مقابر موجودة في المكان هذاك يعني المقابر التابعة له القلعة هاي اللي انتو شايفينها اللي هي موجودة في 12 دنوم اللي بنحكي لكم عنه كل مرة وبنصور فيها يخوات طبعا من أحلى القلاع اللي أنا شفتها طبعا مريحة جدا يا أخوان كثير مريحة ومكان مريح كثير وتأخذ راح يتكفي ماشي لكن احنا يعني بدنا نحكي عن الموقع هذا اليوم احنا نحكي عن الفيديو هذا عشان نعرف الناس عليه وراح نروح المكان الثاني وراح نشوف الشغل اللي هناك والله احنا ما بنعرف شو فيه هناك احنا أول مرة منخش المنطقة لكن منطقة روعة يا أخوان الآن هنا في المنطقة الثانية صغرت هوا نصرنا في المنطقة الثانية الآن راح نتوجه طبعا هاي القلعة اللي احنا كنا عندها الآن راح نتوجه للقلعة الصغيرة هاي راح نشوف شو قلصتها أو شو نظامها أو شو وضحها تمام راح فيه مفاجأة فالطريق هسا راح تصير معانا راح تشوفوها مع بعض برجع باشكر إدارة أبو نصير إنهم بتيحوا للناس الفرصة إنهم يشوفوا الشغل طبعا هذا جرن البير يا أخوان التوجيه هذا طبعا جرن البير التوجيه تبعه هسا راح نشوفو مع بعض ماشي هاي الحواطية تجميع المي وهي جرن البير وبالاتجاه اللي أنا حطيته هسا البير موجود لكن ما بنعرف إحنا أخذنا الاتجاه يا أخوان يعني أخذنا الاتجاه ورح نروح بالاتجاه محل ما أشر باسم الاتجاه موجود الان راح نروح بالاتجاه هذا نشوف نأكد وجود البير صحيح أو مش صحيح تمام طبعا إحنا ماشيين إحنا ما بنعرف أنه في بير ماشيين إحنا باتجاه القلعة لكن وإحنا ماشيين انتبهنا أنه في حفر أو حفرية مش تغلينها ناس الله أعلم منهم لكن بدنا نشوف شو هي هسا هاي قلعة صغيرة مثل برج مراقبة أو شيء زي هيك ما بعرف لكن هي قلعة صغيرة طبعا هذا البير يا أخوان اللي إشارته اللي شفناها قبل شوي يعني هاي الإشارة اللي شفناها هنا ماشي هاي البير تباحها ماشي والله إحنا لا نعلم أنه وجود موجود بير أو لآخره إحنا مشينا على الإشارة لكن هاي البير تباحها اللي هو عبارة عن بير إنجاصة بير مي طبعا بير إنجاصة وطبعا حافرينه هم في العالم حافرينه ورامين الطمم جنبه يعني نبين حفر عابثين يعني هذا هو البير وهذا هو الاتجاه هسراحة نروح بتجاه الإشارة كمان مرة عشان تتأكدوا وجود البير يعني لما نيجي نحكي إشارة البير بتدل على بير وهذا هو الاتجاه تباحها الآن هاي في دلالة عنا إنه إشارة البير صحيحة مليون بالمئة وإنه الدلالة تبعتها اللي هو البير اللي انتم شايفينه قدامكم الآن راح نرجع للإشارة الرئيسية كمان مرة عشان نشوف هذا البير هو صحيح أو لا أو هو تابع للإشارة أو لا الآن هنراجع للإشارة حلقات مهمة يا أخوان هاي الحلقات مهمة عشان نعرف إحنا شو الحضارة اللي عنا وشو الوضع اللي عنا الآن راح نرجع للإشارة مرة ثانية هاي الإشارة إشارة بير إحنا جرن البير حكينا عنه هذا هو جرن البير ماشي اللي هو كبير بيجي الآن هذا هو الاتجاه الآن هاي باسم قاعد هناك عند البير واقف تمام وهي الإشارة وهي التوجيه تباحها عند البير خلاص انتهى هذا هو الشغل تبع الإشارة يا أخوان هاي الدليل الدليل على إنه الجرن هذا يدل على بير كل مرة كنت أشوف هذا البير أعجي أحكي لكم أن هذه الإشارة تدل على بير ما تردوش عليها الآن أعطناكم الأثباب بالدليل القطعي أن هذه الإشارة تدل على وجود بير طبعاً هاي شايفين الحثر هذا كله تراب مطيول من البير شكل البير باقي مفتوح من الأول تمام لكن الناس شغالين فيه ومطلعين التراب هذا كله على أساس يشوفوا فيه شغلات والآخره هاي التراب زي ما احنا شايفينه هذا الحثر طال كله من البير تمام والبير طبعاً مليان أوساخ يعني مش صحيح الوضع هاي الفخارة لقاها باسم هي فخارة يعني ممكن تعطي على يهودي لكن حسب المنطقة هي روماني تمام لكن مستعملين فيها الحجر البازلتي زي ما انتوا شايفين البير طرع الأوساخ اللي فيه يعني حرام بير زي هذا يكون فيه أوساخ زي هيك هذا مفروض تنظف ويتسكر تمام لان هاي متوجهين للقلعة الصغيرة هي القلعة الكبيرة فوق وهي ثاب على القلعة الكبيرة تمام لكن شوفوا تصفيت الحجر كيف جاي شو الطريقة اللي جاي فيها تصفيت الحجر شوفوا كيف الوضع طبعاً عليها إشارات وعليها كذا لكن ما بتهمنا الإشارات لأنه ما فيه اشي اسمه تكنيز هنا يعني ما عندنا اشي اسمه تكنيز طبعاً هذا كان مرتفع بشكل دائري وطالع لفوق زي ما احنا شايفين الحجار وتكويم الحجار الموجود هو شكل دائري وطالع لفوق تمام الموقع روعة طبعاً التصوير راح يكون ثري دي على القناة الثانية راح تشوفو ثري دي على القناة الثانية تمام طبعاً هاي المنطقة اللي انا بحكي عنها لهي 12 دنوم قريبة جداً من الموقع يعني ما فيه بينه وبين بعض يعني ما فيه شي خمسمائة متر بينهم بين بعض تمام الارس فوق تمام تصفيت الاحجار كيف جاي بشكل دائري يا اخوان بشكل دائري هي باسم فوق شوفو بشكل دائري جاي هذه الاحجار طبعاً كلها كان مكاوم فوق لكن واقع كلها مع الزمن ومع الأمور الثانية وهو ومطاره مش عارف ايش طبعاً راح نراحض شغلي هنا راح نراحض شغلي انه المنطقة اللي احنا رحّينا عليها هسه تختلف عن المنطقة اللي كنا فيها يعني المنطقة اللي رايحين عليها شكل ثاني ماشي مع انه ما في فاصل بيناتهم نهائيا نوعية الصخر اللي موجوده هون تختلف اختلاف كامل عن الصخر الثاني يعني الفاصل ما بين هديك وهاي اللي هو الخط بسيط هو فاصل ما بين الحجارة الكلسية وما بين نوع الأحجار اللي أنا مش عارف شو هو اللي راح نشوفه ها سمع بعض نوع أحجار غريب عجيب هاي زي ما احنا بنشوف نوع الحجر اخوان غريب يعني يعني لو واحد أجا قل هاي شو هاي ممكن نقول لك هذا مجسم ضفضع او هذا مجسم مش عارف ايش لكن هو نوع الحجر هيك بيجي عليه ملزق تلزيق كأنه في عليه ايش ملزق يعني مثل هذا الحجر راح نشوفه راح واحد يجي يقول لنا مثلا هذا وراء ايش هذا المجسم هذا مجسم كذا وهذا مجسم كذا لكن هاي طبيعة اخوان هاي طبيعة لا تختلف اختلاف بالمرة عن الطبيعة هاي طبيعة يا اخوان لكن نوع الصخر يختلف عن نوع الصخر اللي كنا احنا عنده نوع صخر ثاني غريب عجيب ماشي انا اول مرة بشوف زيه والقلعة اللي اللي قدام كمان راح نشوف نفس نوع الصخر هاي يعني معمول القلعة معمولة بنفس نوع الصخر هاي تمام هاي القلعة اللي احنا راح نشوفها ماشي نفس نوع الصخر اللي احنا موجودين عنده لكن نوع غريب أنا ما بعرف شو هو هذا نوع الصخر لكن نوع غريب جدا وهي المنطقة اللي راح ننزل لها إن شاء الله اللي فيها طبعا الحلقة الثانية راح تكون اللي فيها البلاوي اللي راح نشوفها والمفاجآت اللي راح نشوفها الغريبة العجيبة يا أخوان مفاجآت غريبة عجيبة راح تكون موجودة تحت إحنا ما كنا نعرف عنها لكن بأننا أنا بسجل صوت فأنا بعرف إيش هسه هسه حاليا بعرف إيش في تحت مفاجآة غريبة يا أخوان طلع نوعية الحجر الموجودة ما بعرف هي غريبة هي نوعية الحجر أنا أول مرة أشوفها صراحة ماشي هذا طبعا بقرب قاعد عشان تصويري 3D عشان أشوفه 3D ويعرفه كيف وضع 3D رح يكون نوعية الحجر معمول منها القلعة الصغيرة هاي تمام هسا رح نتجه باتجاه القلعة الصغيرة هاي ونشوف إيش فيها تمام ونشوف إيش الوضع تبعها طبعا في مفاجأة داخل القلعة هسا رح نشوف المفاجأة طبعا بوابة زي ما انتم شايفين في إلها بوابة وفي إلها يعني شغل نظامي مليون بالمية وشغل حلو مليون بالمية طلعوا البوابة كيف جاي شكلها بوابة صغيرة ماشي صخور موقفة هسا نشوف كيف من جوا غريبة كأنها من الفضاء الخارجي أو أنه هنا كأنها بوابة من من الزمن عارفين كيف يعني كأنها دخلنا على زمن ثاني ووجود هذول الحجار الموقفة وقوف زي هيك ماشي وما بعرف شو دلالتها لكن كأنها دخلنا على كوكب ثاني كأنها دخلنا على إشي ثاني طلعوا كيف واكف الأحجار شو الطريقة الواكف فيها تمام قص عدة ومثبت التثبيت لكن شو هو هذا معبد ممكن أن يكون معبد ممكن يكون بوابة لعالم ثاني بس جربنا ما زبطش معنا ظلينا فبنصر تمام يعني هاي الأربع أحجار الموجودين هون أنا فكرتهم بوابة لعالم ثاني قلت بخش من النص بشوف هين بروح طلعت لسا تنفى منصير لا رهد ولا جيد تمام لكن ليش محطوطات شو الطريقة ليش ليش محطوطات بهذا الشكل هات والله لا أعلم ناشي أنا قلت بدخل من جوه هيك بروح على العالم ثاني بس ما زبطت معي هاي السيد باسم بدو حاول زحزحة بقول لي ثابتي طبعا هنا بقول لي ثابتي هاي ما فيها مجال التهريك تمام لكن وضعها بهذه الطريقة فيه سر فيه سر معين أنا ما بعرف شوه سر لكن وضعها بهذه الطريقة سر الله أعلم شو هي والبوابة هاي زي ما انتم شايفينها كيف محطوطة ماشي هاي مثلا الزوايا تبعت خلينا نحكي القلعة الصغيرة هاي ماشي ممكن إنها كانت خلينا نحكي ثكنات حراس أو شي زي هيك لا أعلم لكن حلو يعني حلو حلو كثير طبعا يا اخوان هاي هي الحلقة الأولى كانت الحلقة الثانية راح تشوفوها الحلقة الثانية اللي فيها المفاجآت وفيها الشغل العظيم اللي راح يكسر الدنيا صراحة تمام بس منطقة حلوة وروعة وما عليها كلام طبعا مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس يا اخوان عشان نشوف الحلقات السابقة وحلقات الجاية وأهلا وسهلا فيكم شكرا شكرا للمتابعة